دلوقتي في الوقت اللي أنا فيه تعالوا شوفوا المسلسلات اللي كانت موجودة للأفلام عبد الموتى ومش عارف قولي والله يا أناس يا ابن الحاجة إبريم الله بيض عبد الموتى والإمبراطور ولا الإسطورة ومش عارف أنا بتكلم على محمد رمضان طبعا هل هزي النوعية من المسلسلات ومن الأفلام هي اللي هتربي مجتمع وتربي جيل وتخلي الأسرة أنا بتكلم بقى بشكل واضح جدا وبقول يا جماعة ده مجتمع لا ينفع فيه مجاملة حد ولا ينفع فيه النفاق ولا ينفع أنه أسكت ولا ينفع أقول إيه الولد محمد رمضان شاطر ونجم وموهوب ومعروف الراجل يعني الراجل حق نجاح باهر أنا مش فنان ولا ممثل علشان خاطر مثلا أقولك إيه ده احنا بالنفس عليه أنا بتكلم على محمد رمضان كان محمد رمضان وما زال ينفع حتى هذه اللحظة أنه يقدم شيء للمجتمع تستفيد منه لكن فكرة الأسطورة واجيب حق بإدراعي وفكرة البلطاجة وفكرة كذا أنا أنا يعني فين الصور يا وليد هنا مش شايف أنا أنا يعني الصور اللي موجودة أمامنا على للفنان محمد رمضان أنا مش بقول هو الوحد والله أنا بقول يعني بقول يا جماعة أنه ما يقدم للجمهور وما يقدم للناس اللي ولاد بيقلدوه كام واحد أهو ده ايه ده مين ده محمد رمضان ده مسك سيف سيف وسينج وبتاع بصوا دي الصور يا جماعة دي الصور الكراكتر ده بالشكل ده بالنظرة دي اللي ولاد بيحبوا يقلدوه الكلام ده أهو أهو يعني أنا أنا بقول له يا معرفش يتقل له إيه يا أستاذ معرفش والله يعني أنا أنا بقول ده مين أحمد الساقة ده أحمد الساقة في برايم لا بيض إيه يا جماعة هو هو ولدنا لما يشوفوا الكلام ده و مين ده وده عمر واكد ده المناظر الثوري عمر واكد بس هو بطل لوقتي ويشتغل شغال مع خلد أبو النجر أم الأتنين معلين أنا بتكلم الصور دي بالمنظر ده مش ولدنا بيخش البيوت بيشوفوه هيعملوا إيه يعني هيقلدو لما تجيب له صلاح الدين هيقلدو لما تجيب له أحمد زيول هيقلدو لما تجيب له واحد جدع ابن بلد يعني الولد محمود البنة ده اللي هو صاحب الموضوع اللي بكلم فيه ده 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 واحد دمه في رقابة كل كل الناس دي خلي بالكو يعني أنا بقول دم محمود البنة في رقابة صناع الدراما والمسلسلات اللي بتنقل صورة سيئة اللي أولاد والشباب بيألدوها